الخلاصة من كل ما تقدم عندنا قرآن هو تبيان لكل شيء كل شيء قد بين فيه لكننا إذا رجعنا إلى هذا القرآن فإننا لا نجد هذه الحقيقة لأننا لا نعرف حقائق القرآن وأسراره ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أوكل الأمر إلى رسوله هو الذي يبين وبحسب الآيات التي مرت علينا في سورة النحل هذه الآيات مهمة جدا أن تتدبر فيها الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة من سورة النحل الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة النحل الآية الرابعة والستون بعد البسملة من سورة النحل تدبروا فيها وعودوا إلى الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هذه الآية تخبرنا من أن القرآن يمكن أن يكون كتاب ضلال لا أن القرآن في نفسه بما هو هو يكون كتاب ضلال ولكن الأمة يمكن أن تحوله إلى كتاب ضلال القرآن هو الذي يخبرنا فيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله القرآن بما هو 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 كتاب مثل ما تحدث عن نفسه يهدي للتي هي أقوى هذا هو القرآن القرآن مثل ما جاء في سورة الإسراء هو كتاب هذه غايته هذه حقيقته يهدي للتي هي أقوى هذا هو القرآن لكن التعامل مع القرآن هو الذي يمكن أن يحوله إلى كتاب ضلال ويمكن أن يحوله إلى كتاب هداية فهؤلاء مثل ما يخبرنا القرآن يحولون القرآن إلى كتاب ضلال فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويله عند من؟ هذا التأويل الذي يجعل الكتاب كتاب هداية وما هو بكتاب ضلال؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قطعا سيدهم أولهم إمامهم رسول الله ولذا فإن الآيات في سورة النحل أمرته بتبيان القرآن ولكن إذا رجعنا إلى الواقع كم بين رسول الله من القرآن؟ بين شيئا قليلا بحسب حاجة الأمة حقائق القرآن التي لا نستطيع أن نتصور حدود عظمتها لم يبينها رسول الله لا لنقص في القرآن ولا لنقص في الرسالة ولا لنقص في رسول الله وإنما النقص في المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله حاجته محدودة المدارك العقلية هابطة أناس أعراب أناس بدوا أناس لا يحسنون القراءة والكتابة الأعم الأغلب فيهم أناس عديموا الثقافة أناس لا علم عندهم فلذا كان البيان محدودا فماذا نصنع بالحقائق العظيمة للقرآن بعد رسول الله أي يترك أمرها لهؤلاء الأعراب لهؤلاء البدو هم في زمانه اختلفوا مع وجوده ومع بيانه الصريح وهو الذي يقول أنا أفصح من نطق بالضاد مع كل ذلك البيان وكل تلك الفصاحة مع كل تلك المدارات مع كل تلك التربية والتعليم الذي قام به رسول الله ووقع الاختلاف فيما بينهم القرآن يتحدث عن هذا القرآن هو الذي أخبرنا عن هذا وقرأت عليكم الآيات فماذا سيكون حال الأمة من بعد رسول الله إذن لا بد من وجود مفسرين بمستوى رسول الله وهؤلاء هم الذين تحدث عنهم القرآن في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم رسول الله راسخ في العلم محيط بحقائق القرآن والذين معه كذلك وإلا لماذا وصفوا بهذا الوصف فهنا رسول الله مع العترة يوصفون بهذا الوصف وهذا هو الفارق فيما بين العترة وغير العترة وهنا لا بد أن نتذكر أكاذيب وافتراءات علماء السنة من أن أزواج النبي داخلات في العترة من أن عائشة وحفصة من العترة ومن أن بقية نساء النبي من العترة العترة هذا هو وصفها إنها العترة الراسخة في العلم والتي علمها علم رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن واضح وصريح جدا ولذا إذا ما ذهبنا إلى سورة الجافية وإلى الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة وما بعدها هذه لقطة وصورة من يوم القيامة وهي انعكاس لما كان في الدنيا وترى كل أمة جاثية إنه هول الموقف أهوال القيامة لشدة الهول تجث الأمم على ركبها تجث وترى كل أمة جاثية هول الموقف هول الموقف وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون الأحاديث تخبرنا عن رسول الله من أنه سيسأل الأمة ماذا فعلت مع الثقلين ماذا فعلت مع الكتاب وماذا فعلت مع العترة هذا كتابنا بحسب قراءة حفص قراءة المصحف هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إننا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا إذا كان المراد من الكتاب هو هذا القرآن فإن التعبير ليس بليغا هنا حينما تقول الآية هذا كتابنا ينطق عليكم هذا التعبير عليكم لن يكون مناسبا لكتاب صامت يفترض أن يكون التعبير هكذا هذا كتابنا ينطق فيكم ينطق بينكم وهذا نطق مجازي لكن بحسب قراءة العترة هذا كتابنا ينطق عليكم هذا كتابنا ينطق هناك ناطق ينطق بهذا الكتاب ومن هنا في أحاديثنا يقال للقرآن الكتاب الصامت ويقال لعلي الكتاب الناطق بحسب قراءة العترة الطاهرة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أقرأ عليكم ما جاء في تفسير القم وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ستمية وستة وثلاثين الرواية عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قلت أبو بصير قال قلت هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فماذا قال إمامنا الصادق قال إن الكتاب لم ينطق يتحدث عن الكتاب المصحف القرآن إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق ولن للنفي التأبيد لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب قال الله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فقلت إنا لا نقرأها هكذا فقال هكذا والله نزل بها جبرائيل على محمد ولكنه فيما حرف من كتاب الله إذا نظرنا إلى الآية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هناك خلل بلاغي لأن المراد من الكتاب هو هذا المصحف وهذا القرآن فهذا القرآن إذا ما نطق فإن نطقه مجازي ينطق مجازا فلا يقال ينطق عليكم وإنما ينطق فيكم ينطق بينكم لكن حينما يقال ينطق عليكم هناك ناطق وليس هو الكتاب وليس هو الكتاب هناك ناطق حقيقي ولذا فإن القراءة الصحيحة بحسب العترة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إذن هناك كتاب صامت وهناك ناطق فكيف يمكن أن نساوي بين الصامت والناطق هذا الذي سأل إمامنا الرضا فقال يا ابن رسول الله هناك من يقول إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب وهناك من يقول إذا كان السكوت من فضة فإن الكلام من ذهب فأنا في حيرة من الأمر هذا الكلام موجود في الثقافة العامة قطعا الكلام صحيح في المرتين ولكن كل كلام بحسبه في بعض الأحيان يكون السكوت فضة ويكون الكلام ذهبا وفي بعض الأحيان يكون الكلام فضة ويكون السكوت ذهبا لكن الحقيقة الأصل ما هي فهذا يسأل الإمام الرضا يا ابن رسول الله أيهما أفضل أيهما أشرف أيهما الذهب وأيهما الفضة فماذا قال له إمامنا الرضا قال فضل السكوت كيف عرف عرف بالكلام فالكلام هو الذهب هو الأشرف هو الأفضل لأنه هو الذي عرف فضل السكوت السكوت يكون خيرا في بعض الأحيان ولكننا كيف عرفنا أن السكوت خير عرفنا ذلك من الكلام الكلام هو الذي بيّن لنا من أن السكوت يكون خيرا في بعض الأحيان إذن الكلام هو الأشرف هذه قضية طبيعية لماذا لأن الكلام هو الفاعل والفاعل يكون أشرف وأعلى منزلة من المنفعل الكتاب الصامت يكون منفعلا بلحاظ الناطق الكتاب المفسر يكون منفعلا بلحاظ الناطق الكتاب الذي يمكن أن يحول إلى كتاب ضلالة ويمكن أن يحول إلى كتاب هداية بفضل الناطق لا يمكن أن يكون بمنزلة الناطق مثل ما مر علينا في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران فإن الآية تبينت لنا من أن الأمة يمكن أن تحول القرآن إلى كتاب ضلالة ويمكن أن يكون القرآن كتاب هداية لا بفضل الأمة بفضل الراسخين في العلم بفضل الناطق الذي ينطق عن القرآن بفضل المفسر الإلهي الذي أمره بتبيان حقائق القرآن وهؤلاء هم الراسخون في العلم بتعبير واضح هؤلاء هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو مضمون حديث الثقلين وهذا هو مضمون بيعة الغدير هذه حقائق دين العترة الطاهرة يتحدث عنها القرآن ليس في موقع واحد ولا في موضع واحد القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن هذه الحقائق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق بحسب العترة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قد يقول قائل فهل نقرأ الآية بعد هذا بهذه القراءة بحسب تعاليم أهل البيت هذه القراءة للتفسير نحن مأمورون أن نقرأ بالقراءة الموجودة في المصحف بقراءة حفص مأمورون أن نقرأ بهذه القراءة وهذه القراءة هي أبعد القراءات عن منهج أهل البيت ولذا فإن أهل البيت في تفسيرهم للقرآن يقرؤون لنا الآيات بقراءتهم كي يبين لنا المعنى نحن مأمورون أن نقرأ بقراءة أهل البيت في التفسير أما في التلاوة فإننا نقرأ بقراءة المخالفين قد تقولون لماذا؟ لأجل تضييق دائرة التحريف لأننا إذا قرأنا بقراءة أخرى سنفسح مجالا لكثيرين كي يحرف أكثر وأكثر في القرآن هذا موضوع خارج عن بحثنا أعود إلى الآية والآية واضحة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق بحسب القراءة الصادقية بحسب القراءة المحمدية العلوية الجبرائيلية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قرأت عليكم الرواية من تفسير القم وهي هي موجودة في الجزء الثامن من الكاف الشريف هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة السابعة والأربعين إنه الحديث الحادي عشر إمامنا الصادق يقول إن الكتاب لم ينطق ولين ينطق ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة في سورة المؤمنون إنها الآية الثانية والستون بعد البسملة ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولدينا كتاب ينطق بالحق الكتاب الصامت لا يمكن أن نعبر عنه تعبيرا حقيقيا من أنه ينطق بالحق والتعبير هنا تعبير حقيقي ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون هذا الناطق هو محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئة إنه الكلام المرقم بالرقم الخامس والعشرين بعد المئة أمير المؤمنين يحدثنا عن القرآن هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين خط مستور سترت فيه المعاني سترت فيه الحقائق هو تبيان لكل شيء لكن كل شيء هذا ليس ظاهرا إنه مستور هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان هذا كتاب صامت لا يمكن أن يساوى مع الناطق بلسان لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان لا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال من هم هؤلاء الرجال الذين ينطقون عن هذا القرآن المستور إنهم الراسخون إنهم الراسخون في العلم منظومة فكرية متكاملة هذا هو دين العترة هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المئة في الخطبة الثامنة والخمسين بعد المئة أمير المؤمنين يقول ذلك القرآن فاستنطقوه استنطقوا هذا القرآن استنطقوه هل تستطيعون أن تستنطقوه هؤلاء ظلال محمد باقر الصادر محمد تقي المدرسي سيد قط محمد حسين الطباء طبائي هؤلاء ظلال حينما يقولون إننا نستطيع أن نستنطق القرآن أمير المؤمنين يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لن ينطق إنه صامت إنه مستور بين الدفتين ولكن أخبركم عن أنا الذي أنطق عن ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عن ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم هذه الحقائق من الذي يستطيع استخراجها عمر بن الخطاب مثلا هل يستطيع استخراج هذه الحقائق الذي قال عن رسول الله من أنه يهجر وقال من أننا لسنا بحاجة إلى الكتاب العاصم وعندنا كتاب الله حسبنا إنني أقرأ عليكم من الجزء السابع من السنن الكبرى للبيهقي المتوفى سنة أربعمية وثمانية وخمسين وهذه الطبعة طبعة دار الفاروق إنها الطبعة المعروفة والمشهورة في الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المائتين بسنده خطب خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دينا أبتر فدين القوم دين أبتر فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال لماذا 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 يا عمار لماذا تأخذ المال من الناس لماذا من أين جئت بهذا التشريع ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك قال بل كتاب الله تعالى فماذاك قالت نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى والله تعالى يقول في كتابه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا والقنطار مال كثير كثير جدا فقال عمر رضي الله عنه كل أحد أفقه من عمر كل أحد وهذه حقيقة الرجل نطق بالحقيقة كل أحد أفقه من عمر قالها مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدى له هذه الواقعة ذكرها البيهقي في الجزء السابع من السنن الكبرى من طبعة دار الفاروق صفحة ميتين وثلاثة وثلاثين وذكرها أيضا السيوطي المتوفى سنة تسعمية وهدعش في الجزء الثاني من الدر المنثور في التفسير بالمأثور وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة أربعمية أو ستة وثلاثين ذكر الحادثة نفسها وما قاله عمر كل الناس أفقه من عمر وقد صدق الرجل في ذلك وذكرها المتق الهندي في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال هذا هو المجلد الثامن الذي يشتمل على الجزئين الخامس عشر والسادس عشر إنها طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان في الجزء السادس عشر صفحة ميتين وخمسة وعشرين رقم الحديث خمسة وأربعين ألف سبعمية وثمانية وثمانين كل أحد أفقه من عمر أين تضعون هذا بالقياس إلى هذا علي هو الذي يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولين ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم عمر لا يعرف أحكام التيمم عمر لا يعرف أحكام النساء ومثل هذا كثير في المكتبة السنية عن جهل عمر بأحكام الدين وعن جهل عمر بحقائق القرآن ومعارف القرآن هذا هو حال الصحابة نحن لا نطالب الصحابة بأكثر من هذا أناس أعراب بدو جهال هذا هو حدهم من العلم أما هؤلاء أتحدث عن العترة فهؤلاء أناس اختصهم الله بعلمه هذه قضية لها خصوصياتها ماذا يقول أمير المؤمنين عن علاقته برسول الله أقرأ من نهج البلاغة صفحة صفحة ميتان وتسعة واتسعة عش من الخطبة المرقمة مية واثنين وتسعين هذه الخطبة القاصعة أمير المؤمنين يقول عن علاقته برسول الله ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة للنبوة ريح رائحة خاصة تلك الرائحة التي شمها يعقوب يعقوب كان في فلسطين فلما أعطى يوسف القميص لأخوانه وكان في مصر فماذا قال يعقوب إني أجد ريح يوسف هذه رائحة النبوة علي يتحدث عن هذه الرائحة رائحة النبوة لا يشمها كل أحد يشمها الأنبياء فقط يشمها أوصياؤهم خديجة مثلا هل كانت تشم رائحة النبوة لم تكن خديجة تشم رائحة النبوة مع علو منزلتها هذا شيء فيما بين محمد وعلي ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة إنها أم فاطمة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة الوحي والرسالة لهما نور 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 محسوس بالبصر وبالبصيرة لا يراه إلا الأنبياء ومعهم الأوصياء أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك يخاطب أمير المؤمنين إنك تسمع ما أسمع الوحي الذي كان ينزل على رسول الله في القرآن كله كان يسمعه حلي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى هؤلاء هم الذين اختصهم الله لتفسير قرآنه وهؤلاء هم العترة الطاهرة فأين هؤلاء من هؤلاء الذين لا يعرفون أحكام التيمو ولا يعرفون أحكام الصداق وغيره أين وجه المقايسة لا وجه للمقايسة أبدا إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى هذا هو أمير المؤمنين في حديث الكساء حينما حدثتنا فاطمة الزهراء من أن الله قال للملائكة كذا وكذا ومن أن جبرئيل سأل الله كذا وكذا ومن أن الله أجاب جبرئيل كذا وكذا لأن فاطمة كانت تسمع ما يسمعه محمد وعلي هؤلاء هم أئمة الأئمة محمد علي فاطمة عودوا إلى حديث الكساء ودققوا النظر في حديث الكساء إن فاطمة حدثتنا من دون واسطة ما قالت قال لي جبرئيل ولا قالت قال لي رسول الله ولا قالت قال لي علي فاطمة كانت تحدث عن الله مباشرة فإن الله قال للملائكة كذا وكذا وإن الله سأله جبرئيل كذا وكذا فأجاب جبرئيل بكذا وكذا كانت تحدثنا حديثا مباشرا هذا المضمون يصدق فيهم جميعا ما لأولهم فهو لآخرهم وما لآخرهم فهو لأولهم فما بالكم وأنا أحدثكم عن فاطمة عن الثالث من أئمة الأئمة محمد علي فاطمة هؤلاء هم أئمة الأئمة إذن كيف يمكن أن نساوي في المنزلة ما بين كتاب صامت وما بين هذه الحقائق الإلهية الناطقة المنيرة إنها منيرة بنور الله وناطقة بلسان الله هؤلاء هم لسان الله هكذا نسلم على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زياراته الشريفة من أنه عين الله الناظرة ومن أنه أذن الله الواعية ومن أنه يد الله الباسطة وهو لسانه الناطق وهو قلبه الواعي أمير المؤمنين هو الذي يقول الرواية في كتاب التوحيد للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا قلب الله الواعي هؤلاء كيف يمكننا أن نقايسهم بكتاب يستطيع الضلال في هذه الأمة أن يعبثوا به وأن يحولوه إلى كتاب ضلال ما هو القرآن هو الذي حدثنا عن نفسه في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يحولونه إلى كتاب ضلالة كيف تكون المنزلة واحدة هذا الكتاب يمكن للأمة أن تحوله إلى كتاب ضلالة وقد فعلت وفعلت وفعلت وها هي الفرق والمجموعات تستدل على ضلالها بهذا الكتاب الخوارج يستدلون على ضلالهم بهذا الكتاب الأشاعرة يستدلون على ضلالهم بهذا الكتاب المعتزلة يستدلون على ضلالهم بهذا الكتاب القدرية يستدلون على ضلالهم بهذا الكتاب النصيرية والغلات يستدلون على ضلالهم بهذا الكتاب الطوسيون يستدلون على ضلالهم بهذا الكتاب فهذا الكتاب بإمكان الأمة أن تحوله إلى كتاب ضلالهم كيف يمكن أن نقايس بين حقيقة النور الإلهي الذي يتجلى في محمد وآل محمد وبين كتاب على عظمته وعلى كرامته وعلى قدسيته يمكن للأمة أن تعبث به عدد القراءات في السقيفة بن ساعدة بحسب ما هو مدون في كتب القراءات وصل إلى أربعين قراءة إذا أردنا أن نقبل منهم القراءات السبع وأن نقول كما يقولون من أن جبرائيل نزل بها فمن الذي نزل ببقية القراءات إلى الأربعين إن هي مولبة من أن جاءوا بهذه القراءة مع أن القراءات الأولى لا نزل بها جبرائيل ولهم يعزنون ولكن إذا أردنا أن نقبل منهم من أن القراءات هذه أخذت عن رسول الله كما هم يفترون على رسول الله ما بقي من القراءات إلى الأربعين من أين جاءوا بها فهذا كتاب عبثت به الأمة ولزالت الأمة تعبث به أدخلوا إلى الإنترنت وتابعوا الذين يتحدثون عن القرآن وماذا يقفلون وكيف يفسرون القرآن في كل يوم يخرج علينا خارج يتحدث عن القرآن بشيء غريب وعجيب هذا هو القرآن الذي بإمكان الناس أن يحولوه إلى كتاب ضلال ولكن هل يستطيع أحد أن يحول علي إلى رمز للضلال لا يمكن هذا يمكن أن يضحك على نفسه أما علي فهو علي لن يستطيع أحد أن يحوله إلى رمز ضلال إلى بوابة ضلال لأن النبي أخبرنا من أننا حينما نتبع نتمسك بهذين الثقلين وحينما نتمسك بالعترة فإنهم لن يخرجون من هدى إلى ضلال أعطانا هذا الضمان لن يخرجون وسيكون القرآن معهم كتاب هدى ولي يكون كتاب ضلال مثل ما هو مع المجموعات الأخرى ومع الفرق الأخرى حكاية واضحة وصريحة حديث الثقلين بين وصريح الحلقة الحلقة صار طويلة نكتفي بهذا للحديث بقية سأكملها لكم غدا إن شاء الله تعالى أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء